لو تخيلنا العالم أرجو حركة تقولنا في الدراسات المستقبلياً إزاي بيتخيلوا شكل العالم أو واضح الحياة على كوكب الأرض مثلاً بعد مئة سنة في حال لو ارتفعت درجة الحرارة في المتوسطات يعني أكتر من نص درجة من نص إلى درجة مئوية كاملة يعني وإحنا نكلم على المتوسطات مش الدرجة الحرارة اليومية هو من المؤكد طبعاً أن كل هذه الإجراءات اللي بتحصل إيه كلها إجراءات وقاية إحنا لغاية دلوقتي إحنا عايزين نثبت الوضع على ما هو عليه يعني كل الأرقام اللي بتوصل بالزبط رقم 83 مليار دولار واثنين من عشر دولة بس عشان نثبت الوضع على ما هو عليه وتصبح درجة حرارة الأرض واحد ونص درجة مئوية زي مهي زي مهي لو زادت نص درجة لو نازلت نص درجة إذا كان من غير ما تزيد النص درجة دول فكرة اللي هي عملية السيول الرهيبة في السنام الرهيبة اللي بيحصل دوا اللي بيحصل على أمريكا شوف معدلات وقت ديه عادة كان بيقال أنه التغيرات المناقية مستقرة الدورات المناقية في حالة عدل مرتفع درجة حرارة الأرض كانت بتعمل السنام دول كل من سبعة لثمان سنين دلوقتي أعتقد بيكون الرقم يمكن كل سنة وأنت في أمريكا تلاقي أقول لك جاي لا ما جايش رايح إذن في هنا خطر شديد جدا على حياة الناس لأنه بيطيح بحياة الناس كاملة ببيوت وبيعطل المواصلات وبيعطل الحياة أيضا السيول السيول أنا أفتكر أنه في 1998 حصل سيل كبير جدا مثلا في شرم الشيخ يعني لأنك بنيت غلط على مخراط السيول بالقطع لو ارتفع درجة حرارة إحنا قدام مشكلة كبيرة جدا هيحصل مدن كثيرة جدا ساحلية ستختفي أراضي كبيرة جدا سيصيبها الجفاف مناطق كبيرة جدا من العالم هتعاني من المجاعات أعتقد أننا قدام مشكلة كبيرة جدا وزي ما حركت فضلت في البداية هي مسؤولية مشتركة ما بين الشعوب وما بين الحكومات مش مسؤولية طرف واحد صحيح